خلينا ناخد المسألة واحدة واحدة عشان ما تجريش بنا خلينا أطرح عليك سؤال كده وأشوف دمائك رايحة فين يعني زمان لما كنا السينما زمان أو المخرجين زمان خلينا كلام ما بين الخمسينات والستينات تحديداً اللي هي مرحلة الروايات اللي هو المخرج يحط رجل على رجل ويختار يطرح حلعب في رواية يوسف السباعي ولا مع الحفظ الألقاب ولا أحسن عبد القدوس ولا يوسف إدريس ولا هروح لنجيب محفوظ فتلاقي مشواره إبداع يعني خاصيات حقيقة لحمة ودم وأبعاد وما عليه إلى طبعاً وده مجهود كبير طبعاً تحويل سيناريو بس فيه قيمة هو بدء منها هل ده كان قد إيه بيساعدهم ولا أنتوا دلوقتي أنت كمخرج حر لأن أنت اللي بتصنع الموضوع تصنع الحكاية تاخد تأثير المجتمع وهدين يخرج شكل الفيلم شايف ده إزاي وده إزاي لا طبعاً أنا بحسدهم على ده كان عندهم كنز من الروايات ومن الأدب مرعب الفترة يعني مثلاً هقول تفصيلها صغيرة جداً أستاذ عاطف الطيب أبابوس قريب عمل كم فيلم في مشواره القصير فعمل أكتر من 20 فيلم في 10 سنين إزاي اللي حق يعمل كل ده طبعاً أستاذ فاطين عبدالله أبابوس برضو لقيته بيتكلم أنه عمل حاجة وخمسين فيلم في 20 سنة يعني بمعدل في السنة في المين ونص فزي موخك كان عنده كمية السينريوهات الكويسة اللي يقدر يعمل فيها العدد ده فزمان برضو لأنه أستاذ عاطف الطيب كان موجود وقتها مين بيكتب فطاح أستاذ وحيد حامد وأستاذ بشديك أستاذ موحسين زايد وهكذا في الزمان كان فيه فكرة أنه أنا خش مكتبة يعني أنا بحسد مخرجين وصنناها على السينما بتقال الفترة دي أنه يخش مكتبة شايف هذا الكم الرهيب من الروايات اللي مش بس روايات حلوة على فكرة وفي دوقتي فيه روايات حلوة بس هي روايات حلوة ملأمة أنها تبقى سينمائية ملأمة أنها انتجية تنفذ وبتلمس حاجة الناس حساها دلوقتي بس هي وقتها هم اللي خلوهم تبقى ملأمة صح في حاجات كده هم اللي خلوهم تبقى ملأمة يعني أنت عندك روايات تقول هو إدري حاولها زي روايات صعبة لسه على فكرة كنا بنحتفل بذكرى المخرج حسين كمال حسين كمال لوحده عامل كمية من الروايات صح أبدع من كده ومتبينة يعني أنت بتشوف فيلم مثلا لشيء من الخوف وبعدين تروح تشوف أبي فوق الشجر أبي فوق الشجر مثلا يعني صح أدقي مختلفين يعني صح أعتقد هي مشكلة لو هبقى صريح جدا هي مشكلة تأسيس المبدأ نفسه صراحة الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم نجيب محفوظ يوسف السباعي حسينها الكدوس توفيه الحكيم نقول 17 اسم الأسامي دي تعلمت ازاي وتشكلت ازاي في عصر أصلا قبل الخمسينات والستينات كانوا في العشينات والثلاثينيات كانوا بتأسسوا ازاي كان ايه نوع الثقافة اللي بياخدوها كان ايه نوع التعليم اللي بياخدوه كان ايه نوع الفكر اللي بيتبلور فيهم كان ايه الحدث العالمي اللي مقصها على شخصيتهم فخلق بني قدمين مبدعين قدرين يطلعون لأعمال الإبداعية دي لما نيجي نقارن ده بالأدباء أو سماعة السلمة دلوقتي وانا بشرك نفسي في المعادلة احنا تربنا ازاي وتعلمنا ازاي وايه نوع التعليم اللي دخل لنا والثقافة دخلت لنا بالتأكيد مش مشابهة اي واحد فينا ايوا هنطلع هنطلع يعني وماش تاني يعني حاجة تاني